اشتركوا في القناة تجمل لنا الصورة التغيرات التي شهدتها ليمن خلال الثلاث المراحل التي اشتها في اليمن نعم انا وصلت الى مدينة تعيز في ديسمبر 79 وعيشت سنة ونوص تقريبا بتاعيز كنت عيش انا ذاك كنت عيش في تعيز وكنت عمل في البعثات التبية الفرنسية بالمستشفى الجمهوري بتاعيز في هذا الوقت وكانت بداية تحولات كبيرة باليمن خصوصا على السعيد الاقتصادي حيث انه كان يوجد كثير من اليمنين كانوا يذهبوا الى العمل في البلدان المجاورة وكان فيه طبعا رد فعل اقتصادي كبير على المجتمع اليمني في هذا الوقت كان فيه نعم من نمو اقتصادي اذا ممكن نعتبر هذا وفي نفس الوقت كان فيه تغيرات كبيرة على السعيد الاجتماعي كمان في اليمن مع التنقلات بين المدن وتدفق المواجرين الى المدن من الاردياف فشاهدت ايضا بداية يعني كانت السنة الاولى لحكم علي ابدا الله صالح في اليمن واشهد اتذكر انه كانت في بداية كمان اللقات التي كانت تنظم بالنسبة للميثاق الوطني في اربعة ثلاثة واحد ثمانين اثنين ثمانين وايضا كانت فيه في هذا الوقت كان ايضا موجود حركات الجبل الوطنية الديمقراطينية خصوصا في في الارياف تعز في هذا المنطقة بصور عامة وبعد ذلك عيش في صنع بين ثلاثة والثمانين الى ستة والثمانين كنت احذر رسالة دكتورة في الانترابولوجية بموضوع اسواق صنع وانتظيم الحضري بصنع وفي هذا الوقت يعني تعرفت بمناسبات على المجتمع الصنعاني اذ كنت تردد الى دكاكن الاسواق بالصباح وكنت تردد الى المقائل العصر وتعرف في هذه المناسبة على ايضا تنوع الثقافية اليمني بين التعز والصنع وايضا شهد ايضا التطور الكبير او بالأصاح التوسع الكبير لمنينة الصنع اللي كان يستقبل في هذا الوقت يعني اناس من كل محافظات اليمن قبل الوحدة وبعد ذلك طبعا شهد حدث كبير جدا فهو الوحدة لإذ رجاء عدت لليمن في واحد تسعين الى سبعة تسعين وشهد ايضا بداية انشاء نظام سياسي تعددي في اليمن وايضا شهد ايضا حركة ثقافية كبيرة جدا في هذا الوقت وايضا نمو الصحافة اليمنية في هذا الزمان اذا عدنا لتجربتك في صنع انت كانت رسالة دكتورة تقريبا اجملتها بعد ذلك في كتاب اسمته الشيخ الليل نعم وهو عن الالحياة في صنع واسواقها والتراتبية الموجودة ما هو اكثر شيء لفت انتباهك وانت تكتب هذا الكتاب وهذه الرسالة العلمية صحيح انه اني اهتمت بموضوع التراتبية الاجتماعية في اليمن لانه كان تميز اليمن بهذا النظام الاجتماعي التقليدي اذا ممكن يسح الكلام وايضا بتغيرات التي حصلت على هذا النظام التقليدي خصوصا طبعا بعد ثورة 62 وفي نفس الوقت كان لا يزال هذا النظام الاجتماعي التقليدي كان يوثر على الروابط الاجتماعية على التقوص الاجتماعية على ايضا الممارسات الاجتماعية والتمثلات الاجتماعية في المجتمع السنعاني بالضبط بالحص وشهدت ايضا التغيرات الكبيرة التي غيرت هذا النظام التقليدي بسبب الاجراء طبعا تأثير الاجراء وايضا بسبب التنقلات والحراك الكبيرة للمجتمع اليمني حيث كان التعليم كما انتشر في هذا الوقت والتموحات الشباب كانت مختلفة كثيرا عن تموحات الجيل السابق وايضا لحظت كيف الافراد بهذا المجتمع السنعاني يعني المتنوع كان لهم تموحات متنوعة وكان في نعم النزعة للخروج من القوالب التقليدية الاجتماعية انت في احدى كتاباتك قلت اوصفت ثورة 26 سبتمبر بانها اهم حدث في تاريخ المعاصر وانها غيرت وجه اليمن يعني ما الذي دفعك للحديث بهذا الشكل عن ثورة سبتمبر او ما الذي لفتك تنبيها في ان هذا الحدث اثر سياسيا على اليمن ثورة 22 سبتمبر طبعا اساس النظام 26 سبتمبر اساس النظام الجمهوري باليمن وفي نفس الوقت طبعا كانت ضربة قوية على النظام التراتبي التقليدي الاجتماعي التقليدي حيث كانت في فوارق اجتماعية كبيرة بين فئات المجتمع وتمييز ايضا بين هذه الفئات فهذا سمح للناس بالمجتمع اليمني انه يجاوز هذه العواقب الاجتماعية امام مسيرهم الفرد فهذا افكر انه ايضا الى جانب التغيير السياسي الكبير اللي ادى الى بناء نظام سياسي جديد كان يوجد ايضا هذا الدافع المهم للمجتمع اليمني لكي يجاوز كثير من العواقب والتأخر اللي كان يعاني منه واخصصا على السعيد الحراك الاجتماعي في نفس الوقت هذه السورة 26 سبتمبر لم يعني تخرب بصورة كاملة كل بقاية هذا النظام الاجتماعي التقليدي الذي كان لا يزال يؤثر ايضا على ممارسة الافراد في المجتمع بعد 50 عام من ثورة اليمنية اوكثر من نصف قرن من الثورة اليمنية عادت الامامة او عاد النظام بشكل او باخر انتم كباحث لديك او مهتم بالقضايا اليمنية لديك الكثير من المقالات او كنت تتنبأ بان هناك عودة الى حد ما للقضية الزيدية وعودة لسيطرتها على الوضع كيف استطاع اليمن يعني التخلي عن ثورة والذهب وراء انسياق الامامة من جديد شاهدت ايضا بالفترة خصوصا التسعينات يعني بعد الوحدة انه لا يزال باليمن مواشر اخر معدل تايفية اللي الان الموجودة الان كانت مواشر يعني الاكتاب الجياوية المنطقية كما يقولون التي كانت موجودة بشكل كبير باليمن خصوصا بسبب عدم التوازن السياسي اللي كان ساعد في هذا الزمان خصوصا انه كان في نعم من احتكار الحكم السياسي بأيدي اناس او نخبة كانت موجودة في مكان معين يعني مثلا بالشمال على حساب الجنوب او على حساب مناتيك اخرى من اليمن فكان في نمو الانتماء الجياوي كان متساعد في هذا الوقت وممكن نقول انه الان هذا النوع من الزيدية السياسية المتمثلة في الحركة الحوثية هي كمان تعبير بشكل باخر لهذا الانتماء الجاوي الموجود في اليمن بس في نفس الوقت فالسؤال هو انه هل هذه التائفة الزيدية المتعصبة التي يعني تحكم الجزء من اليمن الان يعني تمثل الزيدية او تمثل تير سياسي تستعمل الغطى الرمزي للزيدية لكي تحكم اليمن خصوصا انها يعني هذا الحكم السياسي مختكار من قبل جماعة معينة فلا تمثل كلزي لا يمثل كلزي وفي نفس الوقت لا يمثل ايضا منطقة معينة حتى ولو جاي من سعدة لانه حتى في محافظة سعدة طبعا يوجد تنوع بالانتماءات وبالاتجاهات الإيديولوجية والسياسية فأنا أفتكر أنه من الصعب أنه نختلص نلخص نلخص قضية اليمن بس بصراعات التيفية أو الجوية في هذا السياق يعني عدد من الكتابات الغربية كانت تركز على فصيل سياسي معين على السيطرة التي تقول أنها التيار السلفي أو التيار السني داخل السلطة سواء حزب الإصلاح أو التحالفات السابقة مع النظام وستطعت أن تحذر أو تقول أن هذا هو الخطر بينما كان هناك خطر آخر على التعايش الاجتماعي والسلم الاجتماعي هل كانت الحوثية استطعت أن تغلف نفسها وتخدع الباحثين والمراقبين وبالتالي لم تحصل على النقد الذي كان يوجه لحركات الإسلام السياسي الأخرى أظن أنه يوجد نوع من جهل لهذه الذاهرة ذاهرة الحركة الحوثية من قبل الناس خارج اليمن لأنهم لم يعشوا بصورة من خلال دراسات ميدانية لا توجد كثير من الدراسات الميدانية حول هذه الذاهرة ولن ننسى أيضا أن هذه الحركة تغيرت عبر سيرورات الأحداث هذه الحركة في عام 2004 إلى 2010 خلال حروب سعدة كانت تعتبر حركة بخطة دفاع عن نفسها وبالأخير في 2014 اكتشفنا أن هذه الحركة كانت هدفها الأساسي كان الاستيلاء على الحكم السياسي باليمن فهذه الأوجو المتعددة لهذه الحركة الحوثية كما خدعت المراقبين للشان اليمني وفي نفس الوقت بسبب عدم دراسات الميدانية حول هذه الذائرة في هذا السياق كان هناك تركيز على الوثيقة التي أصدرها مجموعة من الهاشمين أو في ضمنهم أحمد الشامي رئيس حزب الحق وصدرت في عام 1990 تتحدث عن التخلي عن فكرة الإمامة وأن الرئيس يجب أن يكون منتخب وبالتالي هل هذا كان جزء من التقية خاصة أنه في 2012 صدرت وثيقة تناقضها وهي الوثيقة الفكرية التي صدرت عن توقيع عبدالدين الحوثي وعبدالدين الحوثي وآخرون يتحدث عن الأفضلية وأنه لازم أن يكون هناك إمام لحكم اليمن هذا يدول أيضا لأنه أنا أتذكر تماما في عام 90 وعند 90 يعني بروز حزب الحق كممثل لنعم من تيار زيدي في المجتمع السياسي بهذا الوقت هذا يدول على تنوع أيضا المجتمع الزيدي إذا ممكن نستعمل هذا التعبير وأن الحوثية هي تمثل ظاهرة معينة ولا تمثل كل الزيديين والتيارات الزيدية هي تكريبا إحتكرت الفكر الزيدي على السعيد السياسي ويستعمل هذا الفكر وغير حتى ممارسات والأفكار الزيدية لسالحهم لسالح يعني الاستيلاء على السلطة وأنا أظن أيضا أنه ممكن نقول أنه من داخل هذه التيارات الزيدية توجد يوجد تنوع وتوجد أيضا صراعة فكرية وديروجية حول مفهوم الزيدية وأنا أظن أنه هذه الزيدية السياسية إذا ممكن نستعمل يجوز استعمال التعبير عندما نتكلم عن الزيدية يجوز من الشيعة السياسية التي نرى الآن وقربوا تقريبا قربوا هذا الفكر أو الإديولوجيا لأنه هذا ليس فقط فكر ديني لكن إديولوجيا سياسية قربوها إلى الفكر إديولوجيا تلشيعة السياسية التي تحكم إيران والتي موجودة في عراق ولبنان وأنا أرى أنه هذه الزيدية السياسية يعني في هذا المصطلح هناك من يقول أنها ليست الزيدية السياسية بقدر ما هي الهاشمية السياسية خاصة أنها تقوم على الولاء العرقي أو الطائفي لهذه السلالة بتحديدا هل نستطيع أن نقول أنها اختطفت الهاشمية السياسية اختطفت المذهب الزيدي لذلك أنا قلت أن الزيدية السياسية إذا يجوز يستعمل للتعبير لأنه أنا أفتكر أنه أكتر تعقيدا من ذلك فهي ممكن نقول أنه الفكر الحوثي أو الإيديولوجيا الحوثية بشكل عام لأنها تحتكر أيضا الفكر الزيدي في الأوساط الزيدية فلا تمثل كل الغناء أو ثروة هذا الفكر الزيدي المتنوع فأفتكر أنه في نزعة لاحتكار الحكم في بيت الحوثي والحوثي وهذا باستعمال أيضا الفوارق الاجتماعية السابقة فهم يعني ينكروا واحد من إنجازات الكبير لثورة 16 سبتمبر فحتى ولو هذا الإنجاز لم يتحقق بصورة كاملة فهو الوصول إلى العدالة الاجتماعية والمساوى الاجتماعية فمساوى الاجتماعية وتبعا إبعاد وإخفاء الفوارق الاجتماعية فهذه الإيديولوجيا الحوثية تعيد يعني اللي كان يسود باليمن الفوارق الاجتماعية بالشكل يعني ويستعمل تستعمل أيضا الحرب كوسيلة لاستمرارية حكمهم باليمن هنا كان من يطرح فكرة وجود سرع وسط الهاشمية السياسية سرع الهاشمية الريفية القادمة من الريف من صعدة ضد الهاشمية الموجودة مثلا في سرعها هاشمية الطيرمانات كما وصفهم عبد الملك الحوثي وهذا يؤكد أن هناك صراع شيء خفي غير واضح أو معلن للناس ومع ذلك لم يبرز إلى حد كبير باستثناء بعض الحوادث التي قد تنسب للهاشمية الريفية تتعلق باغتيال يعني الدكتور أحمد شرف الدين والدكتور المتوكل وغيرها من الرموز الهاشمية السياسية بالتأكيد أنه مثلا المجتمع الصنعاني يعني كان يكون يعني مجتمع خاص بشكل بثقافته بتكوينه الاجتماعي والاقتصادي حتى ولو يعني كان يوجد أيضا علاقة بالسلطة كبيرة يعني بصنع بين المجتمع الصنعاني والسلطة سلطة علي كان في انتداد لهذا المجتمع بالسلطة أيضا حتى ولو كان في معارضة من قبل أطراف يعني أجزاء من هذا المجتمع فعندما جاءت الحوثية يعني التايف الحوثية يعني أو الجماعة الحوثية على الحكم طبعا هي جاءت من منطقة معينة ليست المجتمع الصنعاني حتى ولو تحلفوا مع بعض هاشميين بالمجتمع الصنعاني فبرز برزت طبعا فوارق ثقافية بين بنفس الأوسط الزيدية وخصوصا لأنه ثقافتهم كانت مختلفة ثقافة يعني أنت قلت تفضل بالتعبير بأنهم ثقافة ريفية ضد الثقافة المدينية أو الحضرية أنا أفتكر أنه هذه الخصائص الثقافية كانت موجودة ولا تزال موجودة في المجتمع اليمني بين المدينة والريف وبين لأنه توجد بالمجتمع اليمني أكتب ثقافية والوحدة لسو الحظ لم تؤدي إلى انسهار وطني كامل بالنسبة للمجتمع اليمني لأنها عندما قيمت الوحدة كان يوجد موازن قوة لسالح قد سياسي ومناطقي وجهوي معين فهذا وثورة فبراير 2011 كمان رأينا أنه انتفاضة الأكتاب المهمشة لكي يعني تعيد النظار في توازن القوة وموازن القوة في المجتمع السياسي اليمني فأفتكر أنه عندما يقال هاشميين التيرامان هذا التعبير معناته أنه يدول على خسايا ثقافية للمجتمع الصنعاني الذي ممكن كان يحتكرها الناس الذين يستعملوا هذا التعبير في هذا السياق في 2014 اندفعت معظم الأسر الهاشمية خلف المشروع الحوثي وما زالت إلى اليوم في مواجهة المشروع الوطني يعني ما الذي دفع أو الذي ما الذي أعاد تعصب الهاشمي خلف المغامرة الحوثية أنا لا أعرف إذا معظم الأسر الهاشمية حازوا إلى طرف الحوثي لكن الذي ستع نقول أنه أيضا الهاشميين منذ سورة 26 سبتمبر أو يعني جوز منهم على الأقل يعني ممكن كانوا يشعروا أيضا بنعم التهميش حتى ولو لأنه كان الخطاب السياسي السائد في هذا الزمان يعني من لداية الثورة حتى الثورة فبراير 2011 كان متركز على يعني سقوط إسقاط نظام الإمامة وكل يعني كل ما كان يتميز بها كسلبيات يعني سلبيات هذا النظام ومن لهم يعني حكم السادة على في في المجتمع اليمني فأفتكر أنه أيضا كان في المشكلة أنه تراكم الأحقاد التاريخية يعني أدت إلى نوع من انتقام أو نوع من انحياز أحيانا تايفي أو جيوي أو مناطقي الذي نشهدها الآن في خلال هذه الحرب الرائنة والمساوية طيب هناك أيضا العامل الخارجي سواء متعلق بإيران أو متعلق حتى بالسعودية والإمارات وغيرها من اللاعبين الفائلين كان هناك حديث عن دور سعودي إماراتي لإسقاط الصناعة على عصمة الصناعة ودعم ميليشي الحوثين في ما يسمى عملية تطهير سريعة القضاء على حزب الصلاح القضاء على جامعة الإيمان وبالتالي تم تبرير لدخول الصناعة وقبلها سقوط حاشد وبعدها سقوط عمران وصلنا إلى اللحظة الرهنة كيف استطاع الحوثين اللعب بهذه الورقة أو مداعبة خيال العالم بهذه الفكرة تذكروا أن الحوثين استعملوا استقتبوا يعني تموح على عودة إلى السلطة استعملوا أيضا ضعف هذه اللي كي يسيطر على الجيش وكل المؤسسات الأمنية وفي نفس الواقع يعني استطاعوا أيضا أنه يخدعوا العالم بدوزبال أهدافهم الأساسية فكانوا قبل سقوط سنة كانوا يعني يعملوا في إطار يعني يعني الحوار الوطني شاركوا في الحوار الوطني حتى ولو انتقدوا هذا الحوار وفي نفس الواقع كثير من الناس كان في إقبال للخطاب الحوثي ضد الفساد والإصلاح الاجتماعي قبل طبعا أنه يتورطوا في الندال المصلح فأنا أفتكر أنه كل هذه العوامل الداخلية لا يمكن أن ننساها عندما نحل البروز وتطور الحركة الحوثية حتى ولو العوامل الخارجية كمان لعب الدور كبير لأنه كيف نفسر أنه بهذه سهولة الحوثيون يستطيعوا أن يستولوا الحكم بصنعه في 21 سبتمبر وأنا أفتكر أن الفاعل الداخلي كان قوي جدا لأن التحالف مع علي أبدال الصالح أدى إلى الهيمنة السياسية التي برزت فيما بعض طيب يعني أيضا كيف نفسر الدعم السعودي في مرحلة سابقة للحوثيين وهما على الطرف النقيض يعني بإضافة إلى أن الحوثي كان هو يعني أداة إيرانية لتهديد المنطقة وأيضا لإزعاج السعودية في بوابتها أنا أفتكر أنه ممكن نقول أنه يعني اللاعبين الخارجيين خصوصا الجيران مثل السعودية والإمارات والآخير لا يهتم كثيرا بإديولوجيات الإديولوجيات القوى السياسية اليمينية منما هم يعني يعني يهتم أكتر بأهدافهم ومن سيقدم أهدافهم بالداخل اليمني وبالنسبة لهم مثلا الحوثيين بالأول يعني كانوا يمثلوا نوع من ورقة لإضعاف حكم هادي ولإضعاف سيرورة الحوار الوطني ولإضعاف بناء نظام ديمقراطي في اليمن لكي هم يعني يضعفوا هذا هذا الهدف أساسي للثورة فبراير 2011 الذي يهدد يهدد مشروعهم في المنطقة وأنا أفتكر أنه هذا الشيء الذي ممكن يبرر أو يفسر عفوا يفسر يعني الغطاء السياسي أو التحالف الظمني ممكن غير واضح لهذه القوى الإقليبية طيب فيعتقدك كباحث متخصص في الأنثربولوجيا بعد كل هذا العنف هل يعتقد الحوثي أنه بيمكانه حكم اليمن بالقوة وإخضاع جميع الخصوم الذين بالغ في التنكيل بهم وأيضا قبل ذلك نقل تجربة ولاية الفقيه من طهران إلى صنعاء بشكل أو بآخر على شكل إمام جديد لست أدري إذا يصلوا إلى هذا الحد من الأهداف السياسية حتى قيام إماما باليمن الذي نستطيع أن نقول الآن أنهم يفكروا أن يمثلوا الشرعية وشرعيتهم منبثقة في خطابهم من الصراع ضد أو من القتال ضد السعودية والإمارات ما يسمون محاولة احتلال اليمن ويسفوا أعداهم بالمرتزقة فهم يفكروا أنهم يمثلوا اليمن الحقيقي ويدافعوا عن السيادة الوطنية وهذا الغيطة الإيديولوجي الرمزي في نفس الوقت أفتكر أنه مشروعهم أنه الاستلاع على أكبر تراب ممكن من الأرض اليمني تراب ممكن من اليمن لأنه مشروعهم توسعي ونرى أنه استمراريتهم في القتال والمعارك الأخيرة لتشاهد ذلك أنهم يريدون أنه يوسعوا نطاق سيطارتهم في اليمن لكن في نفس الوقت يعني ممكن يعترفوا بأمر الواقع أنه في قوى إقليمية التي ستمنعهم من التوسع أكتر يعني من التوسع في الجنوب مثلا أو في بعض مناطق أخرى من اليمن مثلا بحضرموت إلى في نفس الوقت سيكتفوا بتورام معين باليمن وفي نفس الوقت ممكن فيما بعض ممكن يعلنوا نظام سياسي جديد ممكن يتمثل بالإمامة يعني هل تعتقد أنه سيتوقف الحوثيين مثلا في السيطرة على ما كان يعرف سابقا بالجمهورية العربية اليمنية أو المناطق التي كانت خاضعة لحكم المملكة المتوكلية لهاشمية لا أعرف لا أدري إذا هم يتوقفوا أنا أفتكر أنه يتوقفوا على ما كان يمثل الجمهورية العربية اليمنية ممكن يتنازلوا بأطراف منها لكي إذا مثلا يوصل الأمر إذا نعمل تفاوض مشاورات بين القوى الإقليمية والحوثيين بتوزيع اليمن حسب قوى سياسية مختلفة وعلى أساس جهوي مثلا فأفتكر أنه لكن هم يعني أفتكر أنه يعتبروا أنه الآن أنه الآن يعني ممكن يتوسعوا بالمعارك بوسيلة المعارك إلى القدر الأكبر من التراب اليمني وفي نفس الوقت لكي يثقلوا أو يضغطوا في المفاوضات القادمة بينهم وبين القوى الإقليمية معنا هذا أنه مشروع الحوثي يتوافق مع الروياء الإماراتي والسعودية الإمارات لديها أهداف واضحة والسعودية فيما يتعلق بالمناطق في جنوب وشر الليمن يعني الوصاية السعودية الكاملة على حضر موت والمهرة الوجود الإماراتي في عدن وغيرها من المحافظات الجنوبية هذا هو ربما ما كان تحدث عنه الحوثي في 2015 عن أنه مرحب بوجود قوة في الجنوب يمثلها المجلس الانتقالي أو يمثلها أي طرف آخر هل معناه هذا ما ستوقف الامور عند هذه التسوية ممكن ممكن أنه سيكون اليمن ممزق بسبب بسبب الانتصار العسكري للحوثيين حتى الآن على الأقل بسبب أيضاً التموحات الإقليمية بالنسبة لليمن يعني مثلاً ما تفضلت بدور الإمارات التي حتى الآن منذ 2015 أدى أدى إضعاف الشرعية اليمينية إلى حكم الرئيس هذا وفي نفس الواق أدى هذا الدور كمان إلى تمزيق مش بس اليمن مش فقط اليمن بس أيضاً القوى المتحلفة في الشرعية وأيضاً إلى تمزيق حتى إلى تمزيق الجبهة الجنوبية إذا ممكن نستطيع نقول هذا لأنه توجد تنقضات كبيرة بين الجوز من الجنوب والحضرمود مثلاً وبين المهرة هذا هذا الطموح الحوثي وربما الإماراتي يتنقض مع الأجندات الدولية الموقف الدولي كان هناك جميع بيانات مجلس تؤكد على السلامة ووحدة الأراضي اليمنية أيضاً من المنطقة هناك من يقول أنه تجزئة اليمن أو تقسيمه لا يخدم الاستقرار والأمن العالمي في المنطقة التي يمر منها ثلث المخزون النفطي ممكن تقسيم اليمن في تقسيم يمن رسمي وفي تقسيم يمن ضمني كثيراً أنه الآن ماذا نرى على الأرض نرى أنه اليمن مقسم على كل حل ولا توجد معسكرين بس توجد أكثر من معسكر لأنه حتى المعسكر الشرعية موزقة ومفككة في نفس الوقت طالما لا يوجد اعتراف رمزي لهذا التقسيم سيكون هذا التقسيم يعني ممكن يستمر لكن هل الدول الإقليمية مثل السعودية والإمارات ستذهب إلى الاعتراف الرسمي من قبل المجموعة الدولية لهذا التقسيم لا أفتكر أنه سيصل إلى هذه الدرجة من التغيير الاستراتيجي والسياسي الجذري بالنسبة لهذه المنطقة الحساسة جدا بالنسبة للعالم طب ابقى الميليشيات المتفرقة في اليمن ميليشيا الحوثي ميليشيا الميليشيات الانتقالي ميليشيات طارق صالح ميليشيات أخرى ميليشيات سلفية ميليشيات جهادية هذه الخلطة من التسويات غير الواضحة المفهومة من تقدم هذه القوى السياسية والعسكرية التي نشيط في اليمن منذ 2014 ممكن نحدد التاريخ بالضبط هي تقدم الآن المصالح التي تريد تقسيم اليمن وتريد إضعاف الحكم واحد باليمن ومتمثل بشرعية معينة وفي نفس الوقت تودي إلى تكسير كل أحلام ثورة فبراير 2011 وهذا ممكن نسمي كل هذه الحركة بثورة مضادة ضد أهداف ثورة فبراير وفي نفس الوقت ضد حكم موحد وبنى دولة مدنية اللي كانت كان هو الهدف الأساسي لثورة فبراير فأفتكر أنه كل هذه العوامل وبروز كل هذه القوى العسكرية المتعددة هي تنصب في نفس المجرى مجرى مجرى الثورة المضادة ضد الثورة اليمنية طيب هل تجد هذه الأفكار جذور هل هناك جذور اجتماعية جذور سياسية جذور فكرية لمثل هذه المشاريع تجزة مثلا قصة الانفصال قصة الوحدة قصة الحديث عن أقليات مضطهدة عن استقطاب سياسي طائفي ديني هل هذا واجه أو هذا ينمي مثل هذه المشاريع ممكن نقول خلال التسعينات أنا كتب مقال حول الأكتاب الجيوية والثقافية المختلفة في المجتمع اليمني يعني صنع عدن تعز حديدة إلى آخر والحضرموت إلى آخر يعني كان توجد ولا تزال توجد يعني فوارك ثقافية مهمة وهذه الفوارك تغني الثقافة اليمني والتراث اليمني في نفس الواقع استعملت هذه الفوارك لصالح نخب سياسية معينة لكي يعني تنشي تنشي مشاريع سياسية معينة ومغلقة مثلا هذه الانتماءات يعني استعملت استخدمت لمسالح سياسية ولكن لكن الجانب الإديولوجي لهذه الانتماءات لا يكون يعني منتشر في المجتمع اليمني بسرعة عميقة حيث أنه ممكن تزول بسرعة حسب الأحداث وموازين القوى أيضا مثلا انا اتذكر انه في عام تسعين وعام التسعين كان كثير من الاهل الجنوب كانوا يفتخروا بوحدة اليمن وكثير من النخاب بالجنوب كانوا يفتخروا بها والآن يعني كثير منهم كما ايضا تجاويل للمشروع الانفصالي لماذا؟ لأن الغطاء السياسي العام الذي كان يهدف إلى إنشاء دولة مدنية انكسر في هذا الخصوص هناك من يقول دخول الامارات السعودية ايضا اجهض مشروع الانفصال بسبب دعمهم للمليشيات وايضا عملية الاقصال القوى الاخرى في الجنوب هل نستطيع نقول ان الامارات هزمت السعودية وهزمت ايضا احلام الجنوب في الانفصال لا شك على كل حال ان هذا التدخل الكليبي يعني ادى الى اضعاف المعسكر الشرعية بانشاء ميليشيات وقوى عسكرية وسياسية مختلفة لكن في نفس الوقت ادى ايضا الى تمزيق الجنوب لانه ممكن نقول الان انه لا يوجد جنوب موحد حتى ولو لانه هذه القوى العسكرية ايضا تفرض تفرض يعني نعم النظام السياسي اعتباطي وليس ديمقراطي وهي كمان يناقض طبوحات اهل الجنوب فكثير منهم لا يريد انفصال مع قوى سياسية وعسكرية يعني فردت من الخارج بدون غطاء شرعي وبدون غطاء شعبي نعم طيب هناك شيء محيّر للمتابعين والمراقبين يتعلق بالعلاقة الغريبة بين الشرعية والتحالف الشرعية والسعودية الشرعية والإمارات منذ دخلت السعودية في اليمن لدعم الشرعية قضت على الشرعية كيف ممكن أنتفهم هذه المعادلة هذا سؤال هذا سؤال صعب جدا والذي يستطيع أن يجيب عن هذا سؤال يعني هو عبقري أو يعني كل ما يدور في الوساط المغلقة في هذه البلدان المجاورة لليمن لأن كيف نفسر أن التدخل عسكري للتحالف أدى إلى إضعاف الشرعية التي كانت تريد أن تحميها وفي نفس الوقت ليس فقط هذا بس من السلبيات أيضا يعني الكوارسة الإنسانية التي تمر بها اليمن وفي نفس الوقت استمرار استمرار الحرب وفي نفس الوقت إنشاء أكتاب عسكرية مختلفة ممكن تودي إلى حروب أخرى داخلية فأفتكر أنه هذا التدخل نتيجته حتى الآن سلبية جدا وأدى إلى عكس ما كان كنا متواكعين أو كانوا يتواكعون عندما تدخلوا فممكن هذا يرجع إلى ممكن تغير الأهداف خلال سيرولة الحرب عندما رأوا أنه الحل العسكري يكون مستحيل أو ممكن لأن أيضا في عوامل ممكن لا نعرف موجودة يعني بين موجودة يعني ممكن ترجع إلى العلاقة بين الإمارات والسعودية وبوزن القوة بين التمال السعودية هي الفاعل أكبر في أليمان منذ الستينات الحوثي برز في 2014 كتحدي عسكري خطير للسعودية وبدأ بأمل مناورة اليوم الحوثية استهدف المصالح السعودية استهدف الأرض السعودية استهدف حتى النفط السعودي ولكن رد الفعل لا يكون ضد الحوثية يكون ضد الشرعية ويضعفها بشكل كبير صح يعني هذه إشكال أنه الشرعية في الوقت الذي تحارب دفاعا على الدفاع الحزن السعودية تقوم السعودية والإمارات بقصف الجيش الذي يعتقد أنه حالفه صحيح أنه يعني من الصعب فهم يعني الموقف السعودي توجه الشرعية خصوصا أنه مثلا اتفاق الرياض بنسبة لعدن كان ينص على عودات الشرعية إلى عدن وبعد بضعة تشهر لم نرى هذه النتيجة التي تحققت أبدا فأذي الأهداف لم تتحقق وممكن الواحد يتساءل حول موضوع التدقل السعودي هل يريد حقا انهزام الحوثيين أو يريد نوع من تسوية يعني تؤمن حدودها وتخلي تجعل اليمن أضعف من ما كان حتى قبل الثورة فبراية الحكومة الشرعية اليمنية هل نستطيع أن نقول أنها أيضا الرئيس هذه ونائبه وكافة المسؤولين أنهم غير مؤهلين لسعادة الدولة اليمنية وبالتالي يرى العالم أنه يجب طي هذه صفحة هذه النخبة السياسية التي من خمس سنوات وهي مقيمة في الرياض هذا يرجع هذا السؤال يرجع إلى الشعب اليمني اللي هو اللي يقرر أنا اللي ممكن أقول أنه ممكن هذا الحكم الرئاسي لرئيس هذه متوارث كمان من نظام قديم قبل الثورة فبراير فما ما استطاع هو أنه يسيطر على كل الحكم الفعلي وخصوصا بالنسبة للهجزة العسكرية يعني بالنسبة للمؤسسات العسكرية فكان ضعيف من الأول يعني من البداية أفتكر أنه هذا الحكم كان ضعيف وخصوصا أنه كان في صراع بين أطراف الحكم نفسه فأظن أنه السعودية يعني أيضا توارثت الحكم الضعيف لكن بدل أنه تعزز موقفه أو تقوي موقفه وخصوصا أنه تمني جيش يمني جديد مثلا أو قوي فهو يعني ساعد في تمزيق اليمن من خلال إنشاء أكتاب سياسية مختلفة فنرى الآن أنه في أكتاب سياسية مثل تعز مثل مارب مثل الجنوب مثل عدد مثل حضراموت فكيف ممكن النسيج الوطني اليمني يعني يرجع من جديد يعني بتناغم وانسجام طالما أنه حتى المشروع الذي كان قائم عليه الحكم الشرعي يعني اختفى بسبب هذه الحرب وبسبب إضعاف إضعافه فيما يتعلق بالموقف الدولي والرسمي لاحظوا اليوم نحن بعد خمس سنوات من الحرب في اليمن والحصار ما زال الحوثيون يحصلون على أجود أنواع الأسلحة ولديهم ضدات تحديث للطيران وأيضا صواريخ لم تكن موجودة في المخازن الدولة اليمنية في 2014 أنا أفتكر أن المجموعة الدولية يعني البلدان الغربية بشكل عام يعني فوضوا الملف اليمني إلى السعودية طبعا فطالما السعودية تدير الأمور باليمن يعني ستكون هذه البلدان ساكتة مع بعض الضغوط من المؤسسات الدولية مثل يونسيف يعني الأمم المتحدة عندما تكون الأزمة الإنسانية يعني تتفاقم لكن بشكل عام يعني لا تتدخل في اليمن كما لا تتدخل في بلدان أخرى لأنه في نزعة كبيرة عالمية بالنسبة للبلدان الغربية لانسحاب والانسحاب العسكري مثلا رأينا هذا الشيء يعني بالنسبة لسوريا منذ 2013 حيث لم يأخذوا قرار للتدخل وفي نفس الواقع العراق والأفغانستان بالنسبة الأمريكان كمان في سرورة انسحاب يعني بالنسبة انسحاب العسكري فالتدخل العسكري الآن يعني تكريبا مستحيل ولكن هذا لا يمنع من هذه البلدان الغربية أن تضغط على القوى الإقليمية سواء تكون إيران وإمارات والسعودية لكي هم أيضا يستطيعوا أن ينشأوا إطار للتفاوض بالنسبة لمسير اليمن وهذا هذا الضغوط غير موجودة الآن فهذا خطير جدا هناك بس مقاربة صغيرة هناك من يشبه وضع اليمن اليوم بالوضع الفرنسي تحت لصايا في 2000 في خلال الحرب العالمية الثانية مع الفارق في الحلفاء الحلفاء دعموا دي يقول واستعادوا فرنسا اليوم حلفاء اليمن غير حلفاء فرنسا هل العلاقة لها بالمصالح المشتركة عندما الحلفاء دعموا دي يقول في 40 كانت أمريكا لم تدخل حتى 40 إلى الحرب فروزفيلت كان يرى دي يقول كشخص خطير جدا ولا يمثل الدموقراتية وقايد عسكري وإلى آخر وكان في صراع كبير من قبل دي يقول لاستقلالية حركته وفرنسا الحرة التي كانت تسمى في هذا الوقت وبنسبة للمعسكر اليمني التي يقاتل ديد الحوثي طبعا أنا أفتكر أنه لازم الآن صعب جدا أنه يعتمد على القوى الإقليمية لأنها لا تريد أنه تقوي هذه الشرعية وهذه المعسكر فتريد إضعافه فكيف يعني نجد أسلوب آخر لكي يعني نتكي على الاعتماد الداخلي لبناء جبهة وطنية جديدة ممكن يجمع أكبر عدد ممكن من السكان اليمنيين لأنه أنا أظن أنه كثير منهم طبعا تعبوا من الحرب يريدوا سلام وفي نفس الوقت اكتنعوا أن المساعدة الإقليمية والخارجية ليست حل للوصول إلى تسوية شكرا جزيلا الدكتور داهمنا الوقت وكان بودنا أن نفتح العديد من الملفات الأخرى أعزائنا المشاهدين في ختم هذه الحلقة لا يسعوني لأن أشكر ضيفي الكريم الباحث الفرنسي المتخصص في أشيان ليمني وأيضا في قضايا الشرق الأوسط ورئيس مركز الدراسات الفرنسية للدراسات الليمنية السابق فرانك ميرامي كونوا معنا في لقاء قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته